السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة اليوم إخوان سنرى عدة فقرات وعدة أخبار من بينها يا إخوان سنرى في الفقرة الأولى واحد الجريمة يا إخوان ديال القتل ديال المواطنة المغربية للإسم ديالها نعيما الله يرحمي إخوان في الجهة ديال سيشيليا بطبيعة حالي إخوان جريمة اللي هي غريبة أصابع الاتهام كانت موجهة في الأولي إخوان إلى الزوج الزوج اللي بشليه ما يا إخوان تلفازه وسمعه أشنو قال قال أشياء اللي ما كانش خاص يقولها نهائيا باتاتا بطبيعة حالي إخوان كان قد متعازي لهذا العائلة وغاد نتكلموا على هاد القصة يا إخوان في الفقرة الأولى في حين أنه غاد نتكلموا يا إخوان على التواريخ ديال إلغاء الجريم باس في إيطاليا من بعد ما أنه يا إخوان حتى فرنسا البارح لغاته كين ضغوط من أحزاب يمينية على الحكومة الإيطالية باش تلغي يا إخوان الجريم باس وفهد الفقرة غاد نشرحه وبالتواريخ يا إخوان إمتى غير حيدوا الجريم باس من الأماكن العامة من الخدمة من المكاتب العمومية إلى آخره في حين أنه يا إخوان غنتكلموا عن المرسوم اللي كتوجد فيه الحكومة الإيطالية وفهد الفقرة يا إخوان من غير القانون غنقول لكم عدة معلومات اللي غتفهموا فيها يا إخوان لعملية النصب اللي كتدير الشركات يا إخوان اللي كتجيب الغاز وكتبيع الكهراباء هات الشركة يا إخوان الكبرى واللي معروفة ما غادش نسميها ولكن يا إخوان راها كتشفر وكتسرق في المواطنين وفي الشركات بطبيعة حالي إخوان النيابة العامة دي الرومة راها فتحت يا إخوان وحد تحقيق على هاد غالاء الأسعار وغنطرقوا لهاد المعلومة يا إخوان وغنشوفوا الإضراب اللي شاركت فيه سبعين ألف شاحنة اليومة ولكن السلع يا إخوان أراها موجودة وسمعوا الكلام دي الوزير الفلاحة أشنوقل غنتكلموا كذلك يا إخوان في الخبر الأخير على حلف الناطو يا إخوان اللي كتدرب حاليا في النورويج على بعد أقل من مئتين كولومتر يا إخوان على الحدود الروسية كتدربوا يا إخوان بثلاثين ألف جندي مئتين طائرة وثلاثين باخرة عسكرية يعني يا إخوان الحرب نيضة وهما كتدربوا على الحدود الروسية عدة مواطنين يا إخوان ضد هاد تداريب ولكن فهذا الفقرة غنشرح لكم الأمور وكيف مالعا ذاك نبغي شكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشاركاش اششاركوا يا إخوان باش مقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة يا إخوان غنطرقوا لواحد الموضوع وواحد الجريمة اللي وقعت في جنوب إيطاليا بالتحديد يا إخوان في مدينة لينتيني اللي هي يا إخوان واحد البلدية صغيرة كتتواجد ما بين سيراكوزا وما بين كاطانيا وطاب يتحلي يا إخوان هاد الشي كما نوقع في جنوب إيطاليا في الجزيرة ديال سيشيليا توفتي يا إخوان أو تم قتلي يا إخوان مواطنة مغربية سميتها نعيمة واللي عندها 45 سنة نهار سبتي يا إخوان في العشية غيتم القتل ديالها بواحد السكين غي يضبحوها يا إخوان ولكن شكو اللي فعل هاد الفعلة تشي واحد معارف لحدود الساعة يا إخوان الزوج اللي كانت جميع الأصابع ديال اتهم موجهة لي من بعد يا إخوان كتر من 14 ساعة ديال التحقيق وديال استنطاق سوله يا إخوان هو هو الإبن دياله أو في الأخر تلقص راح دياله ولكن ما زال يا إخوان متهم يعني رسميا راه متهم ولكن راه يا إخوان مطلوق لكين يا إخوان هو أنه هاد السيدة مواطنة مغربية مزوجة بإيطالي حتى هو يا إخوان عندها نفس السين ديالها 45 سنة تزوجه في سنة 2001 في مدينة الضار البيضاء ومن بعد يا إخوان السنة اللي من بعدها غي يجيبها للطاليان ومن بعد في السنة الموالية يا إخوان غادي تولد هنا وغادي تولد واحد الوليد مع هاد السيد الإيطالي اللي حاليا عنده 19 سنة حاجة اللي هي مهمة يا إخوان واللي الغريف في هاد الأمر أنا إخوان هاد القصة قريت عدة مقالات لأنه هو وقعت في جزيرة سيشيليا كيتكلم عليها الجورنال دي سيشيليا تكلم عليها الكوريا دي لاصيرة تكلموا عليها يا إخوان عدة صحف إيطالية يعني الصغرى والكبرى يعني قضية رائعة في إيطاليا لدرجة أنه يا إخوان نراه تكلموا عليها كذلك في تلفازة وخصوا لها واحد الحصة كبيرة في واحد البرنامج لدهز اليوم في الرايدوة معليني يا إخوان الغريف في الأمر اللي ما قدرتش نفهمه يا إخوان يا إخوان في واحد المباشر في الرايدوة يا إخوان وقال شي أشياء اللي ما خصوش يقولها زيادة على هذا الموديع ديال البرنامج يا إخوان تخيلوا معي وقعت واحد الجريمة كبيرة في الطاليان وغيجي عندك السيد لي هو متهم وغيجي للك بواحد تصريح حصري انتا كموديع غادي تكون سعيد لأنه غادي تكون حققتي واحد المشاهدات بالنسبة لإداعا ديالك وهات الشي لشكي قلبه جميع البرامج ولكن يا إخوان مني الموديع براستي يقول لك أنا جاتني غريبة أنه السيد اللي هو يا الزوجة دياله توفات نهار الصبت كيجي دي لواحد المباشر وكنعود نركز على النقطة ديال المباشر كتجي في المباشر وكتقول شي أشياء اللي ما خصكش تقولها قال لي أنا بليش ويمتوتر بطبيعة حالي إخوان واحد السيدة يا إخوان اللي كتكون دائما ضيفة على البرنامج هي طبيبة وكذا اللي كتديري إخوان التحليل في هذا الجرائم واتشي قلت لي أنا ما بينش لي متوتر أنا بلي عادي الشي اللي ما دخلش لي العقل ذاك شي اللي يعود وغانمشو نشوفه أشنو عود هاد الناس يا إخوان ولحسب ما كيقولوا لجيران ديالهم عائلة اللي هي يا عادية متواضعة ما كين فيهم لصداع لولو ما عمرهم حسوا بشي حاجة من جهتهم لذلك إخوان جميع الأشياء كانت عادية إلى حدود اللي لذي النهاري إخوان السبت الجيران معت تسعودوا ناسي إخوان على حساب الجيران غيسمعوا واحد الغوطة بطبيط هالي إخوان غوطة اللي تسمعت عاد الجيران كانت قوية لواحد درجة كبيرة بالزاف ولكن نمشو نشوفو يا إخوان أشنو قال الزوج وقبل ما نتكلموا على الزوج نبغوا نعزيوا يا إخوان العائلة ديال النعيمة الله يرحمها تعازين الحارة الأم والأب ديالها اللي كتواجدوا يا إخوان حاليا في سيشيليا واللي كانوا حاضرين يا إخوان وكيف ما تشوفوا معي في الصورة هذا الأب ديال الزوج ديالها اللي كان كيتكلم معه وكان كيصبرهم وكيحاول يشرح لهم الأمور ولكن يا إخوان راه الله يحسن عوانهم دوال أب ديالها يا إخوان في واحد البرنامج وقال بلا أنه وبنتي أنا كانت ديمة برافا مع مرة ما دارت شي حاجة ولذلك هاد العائلة يا إخوان كتطالب بالحقيقة وانتمنوا أنه الحقيقة تكون في هاد القضية الشيء اللي هو يا إخوان غريب هو هاد الشركة تشوفو فيه هذا واحد البرنامج لكي يجي في الرايدوي تكلم فيها إخوان الزوج ديالها اللي هو هنا في الصورة وبطابية حالي إخوان قال لي عود لنا أشنو قع سمعوا الغرابة ديال الأشياء أشياء مكتدخلش للعقل قال لي مآنا يمشيت نتقدى واحد الحجم لو واحد المحل التجاري ورجعت للدار هاد الشيء نهارا صبت في العشية مني رجع للدار غيلقى الزوجة دياله مقتولة فقلنا مسيدي يلبيت نعاسي إخوان وبطابية الحال هو قال لي مآنا في هذه اللحظة ارتابكت بزاف معرفش أشنو ندير وخفت أنه الإبن ديالي عنده 19 سنة يجي لمنزل ويشوف الأم دياله بهذه الطريقة لذلك أي واحد طبيعي غايدخل غايلقى الزوجة دياله بهذه الطريقة إلا كان هو اللي مديرج ديك الفعلة غايتتصل بالشرطة الإيطالية على الأقل غادي يحاولي زعزع ولا يشوف واش بقى عنده دقات القلب وليش حجم هذا القبيل وغايعيط للشرطة وغايعيط الإسعاف هذي أول حاجة هو يا إخوان أشنو دار وهالشارك يقولوا هو يا إخوان رمشي إذا ما كين إتهامات ولا شهود هو قال بفمه قال لي يوم أنا يا لوقيت اللي شفت أنه الزوجة مرمية فوق النموسية ويعني الدم سيل منها بزاف وكاينة واحد ضايح داها الله يرحمي يا إخوان قال لي مشيت نجبت واحد الجفاف وبديت كننقي في هذيك المكان باش ولدي من يجي ما يشوف شدك الدم هذي أول حاجة قولي هو يا غريب لو قيت أي إخوان اللي كانت يقول فيها الموديع كيحرك يدو يعني مجامع أي إخوان وكيحرك فيها بحلوة كيقول لي ما تضاي يعني فهمتوا يا إخوان العبارة المهم ما علينا مني جمعي إخوان دا قدم مشي إخوان هذي الموس حيدو الموس كان مازالي إخوان عالق في العنق دي السيدة يعني واحد اللي طبيعي ما غالبشيش هذي دير بصمات ديارك في واحد الموس بطبيعة حلي إخوان فهذا النقطة هو بحلو بغي يقول حتى إلي القيتو البصمات ديالي فوق الموس رأى أنا حيتو لها هذيك الشير لش كنن البصمات ديالي المهم ما علينا وهات الشيرها ماشي طبيعية إخوان من حيد الموس سيد غادي عيط الإسعافي إخوان وغادي عيط كذلك للرجال الشرطة غايجي ورجال الشرطة غايديوي إخوان الكوميسيرية غايبقوي السنطقو فيه هوايا والإبن ديالون عنده 19 سنة مني سؤوله الإبن يالك فين كان قليم بشي يجي بالماء ومن بعد تصلت بيك لي ما تجيش يعني يصير تتقدى وحد الحاجة أخرى باش ميجيش للبيت وطبيعة حلي إخوان كيف سؤوله هوايا وكيف شو عاد الإبن يسؤوله هذو رجال الشرطة في الأخرى إخوان الكامل هم كدروا لي في الاستنطاق تلقوه يا إخوان من بعد 14 ساعة حاليا نراه حر طالق ما يقدرش يدخل لبيت دياله لأنه البيت إخوان حجز عليه الشرطة باش شوفه لكانت شيء أديلة ولكن راكب قامت تهم الرئيسي زيادة على هذا هو يا إخوان مشاك يتكلم في التلفازة أنا ما فهمتش علاش صراحة ما فهمتش والغارب في الأمر هو أنه يا إخوان بدك يلمحل شيء أشياء ليكون بالصحنة راجل ما غايديرها شيء إخوان من يسولوا highlyам كانت مشاكيل كانت تتعيني من شيء شخص اplingه كان انتثبت من شيء آج كان قريباك كانوا كان عنده بزر متذاطاق keys وزرن الكهات Sierra Rose Called Toic ويقول لهم قلت كي يدخل عدت العتاق وقلد ما هو فحد لغات ملك يخيطهم في سورج Pater local fund يتكلم الزكال الأايطالية هي كي يدخلها أود إمّ أن الجواب الغاية الطبير للغاية معتنو corso وطب يتحلوا ربما نقولوا انه في سيشيري عندهم واحد لغة مختلفة حتى فسوا يا إخوان كانوا يلقوا صعوبة بشي فهموه يعني مني سولوه مني قالوا لي راه ربما كان عنده اكتئاب قال لي واش تقدر تقول انها انتحرت قال ليهم اي حاجة ممكنة والغارب في الامر يا إخوان مني قالوا لي الموس انت مني نحييتيه شوفوا يا إخوان هات الصورة يعني هو يناعت لي محد صبعه من بعد في هذا المنطقة يا إخوان يعني يا إخوان في النظر ديالكم بشي شخص غدي ينتحر وغيهز الموس وغيدربوه هنا هنا ورا يعني في قفاة يا إخوان أراه صعيب أراه صعيب أراه صعيب سولوه قالوا لي واش كان الباب مهرس واش يعني ش حاجة مكسرة في المنزل قال ليهم لا واش حاجة تسرقات لله ولموس واش الموس ديالكم ولا يعني موس غريب عليك قال لي من الموس ديالنا في الكوزينة ديالنا يعني يا إخوان هات الصيادش كون يقتلها نقول لها ابن لا قتله لأنه الأب براس ويقول لك ما كان في المنزل لذلك الأشياء رأيها واضحة الحاجة اللي هي مهمة واللي كتسبها يا إخوان الجورنال دي سيشيليا كيف مكتشوفوا معي إخوان انا سطرتها هنا بن حمر اونا فيتشينا دي كازا أفريبي راكونتاتو كي دو با فيرسنتي تولورلو يعني مني سمعت الصوت دي لغواتي إخوان غادي تشوف الشرجم أفريبي فيسو المريتو الشيري فوري دي كازا غيبان لها الزوج خرج من المنزل حيث بطبيط حال إلا غوتت وضربها وخرج من الدار اتمي إخوان رأي ما كينش حاجة أخرى اللي غادي نبقون تسننوا فيها ولذلك الأمور راه واضحة سيد حر طالي قدار كذلك أنه يمشي في المباشر بطبيط حال إحنا ما كنت متشي واحد يا إخوان ولكن الأشياء اللي تعودات رأيها أشياء جد غريبة الله يدير الشودة الخير وانتمنوا أنه الحقيقة فهذا القضية إخوان تبان اليوم قبل غدة زيادة على هذا كان بغيون عزي ومن جديد يحبون العائلة ديالها السيدة الله يرحمه يخوان والله يصبر العائلة ديالها فهذا الفقر يا إخوان سنتكلم عن ذلك الشركة توجد في الحكومة الإيطالية فيما يخص إخوان مواجهة غلاء الأسعار ومن كنت تكلم عن غلاء الأسعار كنت تكلم خصوصا يا إخوان على الغاز على الضوء على البنزينة وكذلك إخوان المازوت هذ أربع أشياء إخوان الحكومة الإيطالية سيتدخل باش تدير قوانين باش يرخاصوا وعلى الأقل الثمن ديالهم ما بقاش يطلع ومن بين الأشياء اللي تكلم عليها دراقي يا إخوان سابقا وعلى ذكر دراقي راه مؤخرا يا إخوان فقد بزاف ديال الأصوات خصوصا في ذلك الفترة يا إخوان اللي كانوا كيدروا فيها عقوبات على روسيا لذلك لأول مرة يا إخوان الشبي ديال دراقي كتنزل تحت 50% لذلك كتار من نص ديال الإيطاليين ما بقتش عندهم تيقف دراقي وعير واحد النسبة اللي هي تقريبا حوالي 48% هما لماذا كتنزل تقف دراقي نذكركم أنه سابقا يا إخوان راه كان قريب من 70% ولكن يوم بعد يوم وأسبوع بعد أسبوع يا إخوان بدك يفقد اتقاذي للإيطاليين يعني من بين الأشياء إخوان هما هذو العقوبات اللي فرض على روسيا القوانين ديال الكوفيد الجريم باس وعدة أشياء إخوان خلت أنه الإيطاليين تفقد اتقاذي لها في الرئيس دراقي إحنا قد نشوف واش غالية تعود ترجاع هذه قولة لا لأنه السياسة هذي إخوان مرة ينزل مرة كيطلع ولهذا مشو نشوف الحكومة الإيطالية أشنو سيلك توجد من بين الأشياء ديجات كنمال عليها هو إخوان تحدد واحد الثمن كحد أقصى ديال كل ميجاوات في الساعة ديال الغاز الغاز كيبيعوه إخوان بها الطريقة يعني كل ميجاوات في الساعة شحال الثمن دياله إيطالية قالت الأوروبان واللي نشريه كاملين نحن في الاتحاد الأوروبي بـ 80 أورو الميجاوات في الساعة وهذا القانوني إخوان في الأول لقى واحد الاستقبال ديال جميع الدول رحبوا به ولكن تطبيق دياله صعب لذلك غايت طلب وقت وباش دير هذا القانون في الاتحاد الأوروبي خاصك أيام وأسابيع إلى ما قلناش أشهر ولهذا إيطاليا خاصة شي حلول لي هي سريعة هاتش علاش حكومة الإيطالية بغدر واحد المرسوم اللي غادي كون عن الأقل خدامي إخوان في الطالية هذا المرسوم إلى الدار إن شاء الله غادي خلينا أنه نوفره تقريبا عشرة في المائة فيما يخص ثماني إخوان ديال ليسانس وديال المازوت عشرة في المائة رات قريبا جابتي إخوان بالتمال الحالي غادي ترخص 21 سانتيم نذكركم أنه الفرنسي إخوان البارح لحكومة ديالها دارة قانون غادي تحييد 15 سانتيم إخوان من ثمان ديال ليسانس وديال المازوت نشوفوا يا إخوان الأشياء الأخرى تخوف اللي كيني إخوان هو أنه إيطاليا يعني التحاد الأوروبي خايف من هات الشيء إلا حد دتي وحد ثمن كحد أقصى اللي غادي تديره مثلا في تمانين مع العلم أنه دبا حالي في الأسواق العالمية الغاز دير 130 يعني الدول اللي كتصدر تقول لك لا سي أنا ما نبيعش لك نمشي نبيع ب130 لدول أخرى المستعدة أنه تشريه ولذلك كينو حد تخوف أنه هاد الغاز ينقص نفس التخوف عند إيطاليا ومع ذلك غايدرو هاد القانون إلا أنه ما غايدروش بثمانين أورو الميجاوات في الساعة ولكن في شهر الجيغة يكون مئة أورو الميجاوات في الساعة والشهر اللي من بعده تسعين والشهر الثالث غايكون ثمانين أورو الميجاوات في الساعة مع العلم أنه وعير هدي عام يا إخوان عامونس الشركات كانت كتبيع الغاز بسبعتاشر أورو الميجاوات في الساعة كانت كتبيعه بـ 17 وكانت كتربح فيه أما دابا يا إخوان أراهم دائرين في بنادم مبغوا زيادة على هذا النيابة العامة دي المدينة روما يا إخوان كتف تحت حقيق حولي إخوان الغالاء دي الأسعار خصوصا يا إخوان دي المازوط ودي اللي صانص كي ينشي حاجة اللي مش يتلهيه يا إخوان مع العلم أنه السبب دي الحرب ماشي هو السبب اللي خلال أنه التمن يطلع ولذلك فتحوا يا إخوان واحد تحقيق ضد مجهولين باش يعرفوا شكوني كي يتلعب يا إخوان بالتمن دي المحروقات زيادة على هذا غالي نذكركم يا إخوان بالله أنه كارلو كوترالي هات السيدي إخوان عير باش نعطيكم مشكونة هواية رأي مني كانت بغاية تكون الحكومة اللي كانت فعل حركة خمسة نجوم وصالفيني قبل ما تكوني إخوان كانت فشلات العملية وما الترالي عايت لي هو يا إخوان باش يولي رئيس البلاد ويشكل حكومة داك الشي اللي دارو مع دراجي من بعدي إخوان كان دارو ديجة مع كوترالي كوترالي إخوان كان هو مدير إدارة إخوان المالية في الصندوق النقد الدولي يعني كنتكلم على واحد منصب كبير كان شدو هات السيد اللي هو إيطالي وقال لهم فيما يخص غالق لأسعار ديال الغاز وديال يعني المازوط وديال لسانس قال لهم أشياء اللي هي غير مفهومة قال لهم هاتي عيس بيكولاتسيوني يعني الناس إخوان أصحاب الشركات اللي هي كتجيب هاد المواد وكتبيعها كتحاول أنها تدير تخمينات وكتقول بلا أنه التمن غدي يطلع وكتطلعوا عير بشتر بحي إخوان يعني كينصبوا على الناس وطبيعة حالي إخوان الحكومة ما قادرت تدير والو حاليا لذلك غدي تدير هاد القانون وطبيعة حالي إخوان إلى قدروا أنه منقصوا هادوك الرسوم اللي تكلمين عليهم سابقا حيط الإيطاليين بقى كيخلصوا إخوان في البنزين في كل لطري إخوان وكيخلصوا على الزلزل اللي كان في إيميليا رومانيا كنخلصوا على زلزيل وفيضانات اللي كانت في ستينات لذلك كل الأشياء اللي هي كانت أزمت في إيطاليا كتتحط لها شيء حاجة في البنزين وفي القازوال وكتبقى تخلصي إخوان الواحد المادة طاويل جدا ولذلك إلا نقصوا منهم على الأقل نقدروا منفوا فروق حتى العشرين سنتيم فيما يخصي إخوان حاجة تانية اللي بغدير الحكومة الإيطالية هو أن هات الشركات اللي ربحت بزاف ديت الفلوس أوكي نتجبتي الغاز وربحتي الفلوس غنعرفك شح لربحتي وعلى هدك الربح اللي ربحتي غذي تخلصي وحد ضالبة كبيرة بزاف هذيك الضالبة اللي غيخلصوا هات الشركات ما غدفشيش للصندوق ديل الدولة ولكن غذيتبشي باش تنقص لعبء على المواطنين يعني غذي نقصوا اليهم الثمن ديال الغاز والثمن ديال الكهرباء زيادة على هذا الحزب الديمقراطي حاليا إخوان كيتكلم على خصيد دار واحد البونوس ديال الطاقة بونوس اللي غادي يحاولوا انه معطيوا فيه فلوس او انه تكون شي طريقة باش عالاقل المواطنين والعائلات اللي هي في حالة اقتصادية صعبة عالاقل تلقبش تخلص هاد البوليطات يا إخوان لذلك حنا كنشوفوا عدة اشياء اي اخوان كيتكلموا عليها كين حالين واحد النقاش وان شاء الله هاد النقاش غادي خرجوا بش اشياء اللي هي مفيدة فيما يخصي اخوان هاد الاتمين اللي قتلكم حالين كحد اقصى معرفتو اش غايت تبقوا في ايطاليا ولا لا لانه اخوان المشكل اللي خايف من الانتحاد اوروبي ربما يوقع في ايطاليا الى حددتي الحد الاقصى في 100 اورو لكل ميجاوات في الساعة ربما الشركة اللي كتبيع لك انتايا ربما تجي تقول لك شوف تمن اللي كان في السوق حاليا واللي كنتكلموا عليها يومه هو 131 علش غنبيع لك انا بمية لذلك مشي نبيع الفرنسا نبيع الماني ولنبيع يعني الاسبانيا ولذلك اخوان هاد التخوف كين غنشوفوا الحل اللي كينا والمهم من هاد الشي كامل هو انه الفاكسوراتي نقصه راكن توصل بشي فاكسوراتي اخوان في الانستاقرام كاللي جياس بعمية اورو 500 اورو 800 او رو يا اخوان عرف الغاز فهاد المدة دي البرد اللي ذازت وفيما يخص اخوان السلاع اليوم مرة الوازير يا اخوان دي الفلاحة تكلم في الراديو قلب لانه ما كان حتى شي معنى انه الناس بشي تقداء وتبشي تهجيم على السوبرمارشيات والرجع الايام دي الكوفيد يعني جميع المواد غدي تبقى توصل للسوبرمارشيات تشي حاجة ما غدي تنقص وكيف ما قال هو يا اخوان عريم في الصباح انا هاد شي كنت قلت لكم نهار السبت الحاجة الوحيدة اللي ممكن انها تنقصي اخوان هو يا زيت المائدة من نوعي اخوان نور الشمس زيوت الاخرى غدي تبقى يعني زيت المائدة يا اخوان دي المايس ديال الصويا ديال نباتات اخرى يا اخوان غدي بقى ولكن ديال نور الشمس ما غديش يبقى يا اخوان ممكن انه هيقل لانه الدولة اللي كتنتج نور الشمسي اخوان بطريقة كبيرة بزاف هي اوكراينا اللي حالي ينفع حرب وموحالي حتوش يزرعه ولذلك رجوع الادراب يا اخوان ديال الشاحنات اليوم يا اخوان كانوا بعد الشاحنات لذروا اضراب العدد ديالهم في ايطاليا كامل يعني يا اخوان حوالي سبعين الف شاحنة سبعين الف اخوان اراها ما سهلاش وما صغيراش ولكن شحنة اللي اجماليا كندف exhaust من كلهم يا اخوان اراها شايت المشروط ولذلك سبعين الف جوش المليون كسبان واحد النسبة قليلة وكيف ما قالي اخوان الوزير ديالالفلحة راح التشي حاجة ما غديتقل وانا يا اخوان اليوم مشيت باش نجيب يا اخوان الصكر اللي كنا سكلمed عليه السابق اني قتليكون ما لقيتوش لقيتوIES لقيتو يا إخوان في الرفوف عادية ورجعوا الزيس ورجعوا جميع المسائل كل الشيكين يا إخوان الواحد ما يتخلاش رأى هالأمور غادي ستبقى عادية فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا على الجريم باس في إيطاليا وإمتى يا إخوان ناوي الحكومة أنه تحيده وتحيد القيود اللي متعنا نلقي يا إخوان بالكوفيد وبطاب يتحلي إخوان البارح فرنسا كتحييدي إخوان الجريم باس وتحيد الكمامة في الأماكن العامة وبطاب يتحلي إخوان مبقوش يستعملوا الجريم باس نهائيا لذلك حيدوه يا إخوان وتهنوا منه هنا في إيطاليا النقاش يا إخوان ما زال كينما بين السياسيين كين اليميني إخوان اللي هي جورجا ميلوني أو سالفيني اللي كيلحوا يا إخوان وكيدغطوا للحكومة الإيطالية باش تحيد القيود ورجعوا للحياة الطبيعية وبطاب يتحلي إخوان هات الشيء غادي يكون إن شاء الله يعني المصار باش يحيدوا يا إخوان جميع القيود غا يكون ابتداء من 1.4 إلى غاية 15.6 زيادة على هذا حتى من ناحية دي السياحة رأى الوازير دي السياحة الإيطالي ما بغيش القراصو يا إخوان متأخر مقارنة بإسبانيا بفرنسا واليونان يعني المنافسين ديالهم من ناحية السياحية لذلك إخوان بغني حيدوا القيود باش كذلك من ناحية السياحية الناس يجيوا عندهم ولكن في نفس الوقت يا إخوان كيفما تيقولوا ماريو دراقي بغي حيدوا إخوان القيود تدريجيا وبإحتياط كبير ولكن يا إخوان أهد الهدرة ما بقاتش يعني كتقن على الإيطاليين عيووا يا إخوان من هذه القيود وبغي أنهم يحيدوا زيادة على هذا فيما يخصي إخوان الأشياء اللي غادي بشو بيها ابتداء من 1 في شهر 4 يا إخوان يعني من هنا إلى 15 يوم غادي حيدوا يا إخوان السوبر غريم باس هاداك الجريم باس اللي هو يخوان دي الجلبة والذية للنّاس اللي هي مشافية ما غا يبقاشي إخوان في الريستورة في البيران في الباليسترات غا يحيدوا كذلك إخوان في ترونسبور المحلي في تراناتي إخوان والطيارات والباخيرات بغي أن يحيدوه في حين أنه وكين في الحكومة اللي مازال كيقول لهم خاصةね نبقوا نديرهم لهم تحليلة الناس اللي كتركن في الباطة في الطيارة وكذلك إخوان في التران وزيادة على هذا. يعني يخوان هاتية كل اهو امور اللي تتجلل افكار تروش في الحكومه الايطالية ولكن هذي الفكرة يخوان. يعني وما زالي يت oluşطل قليل دتيتوات وما زالي يشطو 참نلا لعرف ينقل. ولكن اجماليا هات من المتاجر من البوسط وكذلك من البنكة ومن المكاتب العامة ويعني من الكوستورات والبروفيتورات ويبتلاء من واحد في شهر خمسة يا إخوان ناوين أنهم يحيدون الجريم باس يا إخوان للعادي إلى السوبر جريم باس من جميع الأماكن يعني تريد دخل في أي بلاسة بلا ما تحتاج الجريم باس لا في مكان مغلق لا في مكان مفتوح ومن بعد يا إخوان بغان يحيدون كذلك الغرامة على الناس اللي كان عنده خمسين سنة وما فوقه مجلباتش ربما يا إخوان واحد نسبة كبيرة ما غتوصلوا مش الغرامة لأنه اكتشفوا باش يدروا ذيك الغرامة يا إخوان الأمر صعيب وصعيب بزاف واش غي وجدوا على خطر من الغرامة غي توصلوا بهم الناس من بعد وما غديش تكون الغرامة نهائيا هذي إخوان عالمات استفهم زيادة على هذا ابتداء من واحد في شهر خمسة بغان يحيدوا يا إخوان كذلك الجريم باس من الخدمة يعني الناس ما تبقاش توقفي إخوان وطبيت حال ما يبقاش يقطعوا إليها إخوان ستيفانديو ما يبقاش يقطعوا إليها الخلصة وكين أحزاب سياسية اللي كت تقول لي ما نبقاش نتسناه حتى الواحد في شهر خمسة ولكن ديروها تشيف واحد في شهر ربعة ونهار خمستاش في شهر سسة غديس لي إخوان الإلزامي دي تلقيح الناس اللي يخدمن في القطاع الصحي الفرمليين وكذلك الناس اللي يخدمن في المدراسة والناس اللي يخدمن في الجيش وكذلك إخوان في الجامعات وحتى البوليس ولذلك إخوان هذه هي الخريطة والخطة اللي بغت بشبه الحكومة الإيطالية طبيت حالي إخوان زادوا فيه بزاف إلا بغاننا نكونوا واقعيين لأنه يعني جميع الدول إخوان حيدات القيود وحنا كنتكلموا على ما زال خصنا نتسناه شهرين تلتشهر باش يحيدوا القيود كاملة ويحيدوا الجريم باس من طاليا فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا على أكبر تدريب يا إخوان كيدير في حلف الناتو حالي إخوان كتار من 30 ألف جندي من 27 بلد يا إخوان اللي هما يفي حلف الناتو وكذلك دول اللي هي صديقة كيديروا يا إخوان في بعض تدريب في هذه الدولة نورويجي إخوان وكيف ما كتشوفوا معاي الصور أرى يعني كتلخص كل شي بطبيط حالي إخوان هالبلاصة اللي كتدربوا فيها بعيدة قريبا إخوان 197 كولومتر على الحدود الروسية وبطبيط حالي إخوان حلف الناتو تيقول بلا أنه هاد العملية ذي التدريب واللي هي كتعتبر أكبر عملية ذي التدريب هاد السنة راه عمليات اللي ذي جاكنا بروغرامينها كتار من 8 شهر هذي لذلك ما عنده تشي علاقية إخوان بالحرب الأوكرانية ولكن إجماليني إخوان كون أنه الحرب كينة وحلف الناتو إخوان كتدرب هنايا وحد تدريب اللي غايدوا من المدة ذي الجوش الأسابيع إلى غاية واحد في شهر ربعة كعطي يا إخوان طعم آخر بطبيط حالي إخوان كنت تكلموا على 27 بلد من بينهم حتى إيطاليا إخوان لمشاركي إخوان بالجيوش ديالها وكيني إخوان حوالي نحو 50 باخرة وكذلك إخوان 200 طائرة اللي غا تشارك في هالتداريب تداريب اللي كفما قلنا خاص يكون فيها إخوان الحيطة والحضر لأنه أقل أشياء البسيطة يا إخوان تقدر تخلي أنه الردود الأفعال دي الروسيا تكون الردود أفعالي إخوان ق ومع ذلك إخوان النورويج كانت علمت سابقا روسيا إخوان بهالتداريب وقاتلها إلا بغايت تصيفت المراقبين ديالك سيفطيهم ولكن يا إخوان روسيا رفدت بطبيط حال هاتشي كيخلي أنه ناسي إخوان كتنقاسم كاللي كيقولك هاتشي ما عنده حتى شي معنا يكون وأصلا إخوان مني كانت كورونا لكم عقلتوا إخوان على التدريب يا إخوان اللي كان في ألمانيا كان في تقريبا واحد العدد كبير يا إخوان ديالجنود وطبيط حال كل شي كان كيتكلم عني واش كينا شي ح ولكن كانت تدريبات عادية مع العلم أنه بزف ديالت الناس يا إخوان ربطوا ديالك التداريب العسكرية ببعض الأفكار يا إخوان ديال المؤامرة حول الفيروس يا إخوان ديال الكوفيد وقالوا ربما أنه عنده شي علاقة بهذا الناس اللي كتدر بتتمه وعدة أشياء إلا عقلتم زيارة كنا خصصنا له يا إخوان وحد الفقرة لذلك إخوان ناس في أوروبا حاليا من قاسمين كاللي كيقولك ها علاش روسيا دارت الحرب على أوكراينا لأنه الاستقرار ديالها دائما مهدد بهالتداريب وحتى روسيا كتقوله لأنه ها التداريب اللي من هاد النوعي إخوان ما كتعاملش الاستقرار في المنطقة ولذلك إخوان كيين وحدين أخرين اللي مع أوروبا مع أوكراينا كيقولوا ها التداريب ما عنده حتى شي معنا لأنه كنت تدربوا ما كنت دخلوش منك تكل الحرب على أوكراينا أشنو الهذف من ها التداريب مع العلم أنه هاد النسي إخوان ما بغنش ياخدوا بعيد الاعتبار أنه إذا الدخلت حلف الناطو في هاد الحرب اللي كين حالين في أوكراينا غادي تندالعي إخوان حرب عالمية ثال مناطق غربية تبعد عير 19 كولوميت على بولونيا. يعني قصفهم على الحدود في هذه المنطقة. وطبع يضربوا واحد المقر للجنود التي كانوا فيها جنود كذلك غربيين. يعني ما كانوا شعر أوكرانيين كانوا يضربوا فيهم تماما يا إخوان. وروسيا قصفتهم لأنه داخل أوكرانيا. ما كانتش تقدر تقصفهم كانوا في بولونيا. ولكن حتي إخوان في الحدود الأوكرانية على بعد 19 كولوميت على بولونيا قصفتهم يا إخوان وتوفوا وكسر من 30 شخص البارح. طيب يتحالي إخوان هاتش كان فيما يخص التدريبات اللي كتدر فيهم حاليا الأمريكا. وحلف الناتو يا إخوان كنت تكلموا على 27 بلد. ومشاركة فيهم كذلك يا إخوان كيف ما غدا تشوفوا معي هنا في الخريطة. مشاركة فيهم السويد ومشاركة فيهم فيلنديا. هات جوج ديال الدولة يا إخوان كانت ضيجة يا إخوان روسيا أهداتهم قتلهم إلا دخلتم حلف الناتو. غدا تكون عواقب سياسية وعواقب عسكرية وخيمة. وطيب يتحالي إخوان ومع ذلك ك مراهم الشاركين كأصديقاء ديال حلف الناطو.